اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لها. اللي شوف الكعبة في المنام وشاف نفسه بيدعي في المنام امام الكعبة وكان بيتمنى الزواج وكان شاب عزب او كانت بنت عزباء ده بيبشرها ان شاء الله بالزواج في القريب العاجل بإذن ربنا عز وجل الكعبة في يعني رؤية الكعبة في المنام من الاحلام المهمة جدا والمبشرة بتحقيق امنيات الرأي ايا كانت فلو كانت بنت عزباء بتتمنى امنيها بالزواج من شخص معين او كان شاب بيتمنى زواج من فتاة معينة او كان شاب بيتمنى وظيفة معينة او عمل معين وشاف الكعبة في المنام ده معنا ان شاء الله هيحجج امنيها هو كان بيتمنىها او كانت البنت بتتمنىها ايا كانت حالتها سواء كانت الامنية دي كانت متعلقة اا بزواج او كانت متعلقة بمال او كانت متعلقة اا بوظيفة او عمل واللي يشوف ان هو بيطوف حوالي الكعبة ده بيدل على ان هو هيتجوز ازا كانت يعني بنت عزباء مثلا وازا كان شاب اعزم ده بيبشره ان شاء الله بالزواج في القريب العاجل والمتزوجة اللي شوف في منامها الكعبة آآ ده بيدل على اقترب حملها ازا كانت بتتمنى الحمل وازا كانت بتتمنى ان هي تحمل بولد باذن الله ده بيبشرها ان شاء الله آآ بالحمل بولد وبتحقيق الامنية اللي هي كانت بتتمنىها باذن الله واللي تشوف ان هي يعني ازا شافت الكعبة بداخل بيتها ده بيدل على ان هي بتحافظ على صلاتها وتحاس على ده جميع الفروط الفروط ولما تشوف ان هي حصلت على كسة الكعبة ده بيدل على ساعة كبيرة في الرزق وليها وزوجها ولسلتها بإذن الله. والحامل اللي تشوف في منامها ان هي بتقوم بتقديد الصلاة في الكعبة ده بيدل على ان هي هترجق بمولود هيكون بار بها ووالديها. ولما تشوف الحامل في منامها ان هي بتزور الكعبة ده بيدل عنها ترجق بمولود ده انسة بإذن الله فالكعبة في المنام من الاحلام المهمة جدا اللي بتبشر ان شاء الله بتحقيق امنيات الرأي ايا كانت بإذن الله في القريب العاجل ويعني يعني اهم الشيء تشوف ان انت مثلا كنت بتطوف حوالي الكعبة او شوفت ان انت بتدعي امام الكعبة او شوفت شوفت ان انت بتبكي امام الكعبة او شوفت الكعبة او شوفت الكعبة في المنام ده بيبشرك ان شاء الله بتحقيق امنياتك ايا كانت بإذن ربنا عز وجل لان رؤية الكعبة في المنام والتواف حنيل الكعبة في المنام من الاحلام المهمة جدا اللي بتبشر بتحقيق امنيات الرأي ايا كانت حالته بإذن الله ربنا بشاركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز يفصرها يكتبها لنا اسفل الفيديو وحنا نفسرها لكم فأسرع وقت ما تنسوا استشاركوا في القناة وتفعلك الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس واللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله